كل عمل بن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وهنا يبدأ الحديث النبوي والصيام جنة فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل فإن شاتمه أحد أو قاتل فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار وعلى عمر قامع الكفار وعلى عثمان شهيد الدار وعلى علي القائم بالأسحار وعلى آله وأصحابه خصوصا للمهاجرين والأنصار